تبحثنا مع المراجع السياسية وبعد التشاور مع الإخوة في حزم الله وما فخامة الرئيس ودولة الرئيس والقوى الأمنية وخاصة قيادة الجيش بضرورة التواجد في البقاع ليس لخطة أمنية فحسب بل بصورة دائمة لم تمضي 48 ساعة على هذا الكلام حتى كان الجيش اللبناني ينتشر في البقاع وصولا إلى بعلبك أثالثة فجر الأربعاء بدأ تطبيق الخطة الموعودة مداهمات في حيل شروني في بعلبك ومنطقة دار الواسعة بحثا عن مطلوبين في ملفات أمنية وقضايا مخدرات وسلاح إلى جانب دوريات مؤللة وحواجز متنقلة لم تقتصر على المنطقتين المذكورتين بل شملت أيضا بريتال وحورتعلى واليموني هذه المداهمات التي شارك فيها الفوج المجوقل واستخبارات الجيش أسفلت بحسب المعلومات عن توقيف عدد من الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف وعن مصادرة كميات من الأسلحة المتنوعة والمخدرات وأجهزة اتصالات لاسلكية وإذا كان واضحا أن الغطاء السياسي رفع عن المخلين بالأمن وأن الأحزاب الفاعلة في المنطقة أعطت الجيش ضوءا أخضر فأن الأهالي أعربوا عن ارتياحهم لما يجري وهذا ما أكده رئيس بلدية بعلبك في حديث للأم تيفي هلأ لا شك أنه فيه بالمنطقة حالات أنه ما تستاهل أنه يكونوا حطافر فيه مذكرات توقيف عدد كبير منها كلما لقى واحد بيبقى عن خمسين أسم عن سبعين أسم هذه مفروض من الدولة توضع لحد وكل أهالي المنطقة بشكل عام مستحسنين هذه القصة والجيش كمان هو هذا جيشنا وولادنا وعم يقوموا بدورهم على أكمل وجه العملية الأمنية في البقاع وبعلبك استمرت طيلة يوم الأربعاء مع اختلاف في وتيرتها بين ساعة وأخرى وفي الأيام المقبلة سيواصل الجيش فرض الأمن والبحث عن المطلوبين كما تؤكد المصادر العسكرية قبل الترحيب الشعبي بحضور الجيش إلى هذه المنطقة وبالخطط التي بدأ بتنفيذها كان تهليل سياسي أعلمي سبق العملية الأمنية وهذا التهليل بحسب أوصات متابعة صعب الأمور ومن شأنه أي حدة من فاعلية الإجراءات المتخذة وربما أفسح المجال أمام المطلوبين للفرار من منطقة البقاع جوني طانيوس أم تي في